ووجه الرئيس سيسي الشكر الأهلينة في سينة والأسر اللي قدمت ولادها وضحت نتيجة العمليات الإرهابية اللي شافتها سينة خلونا بعد إذن حضراتكم نستمع لجزء من كلمة فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام وأشكر كل أهل سينة وبقول لهم الأسر اللي قدمت أبنائها وضحت من أبناء سينة واللي عانوا واللي خسروا أبناء نتيجة العمليات اللي بتتمي دول يعني عزقنا إن كان التمن ده هو تمن يعني تنقية التخلص من قافة موجودة صدقوني كان الهدف منها إنها تفقد الدولة المصرية هذا الجزء العزيز من أرضنا تفقده لأن إحنا النهاردة كان الشرطة مش قادرة تتحرك الجيش مش قادر يتحرك الجيزة الدولة مش قادر تتحرك لا قادر تعمل تعليم كويس ولا قادر تعمل صحة كويسة ولا تعمل استثمارات النسي يشتغل وتاكل عيش بدليل هو أنتوا اللي ما كنت تتجي تعمل الطريق كانوا بيخلوكوا تعملوا الطريق اللي بتيجي تعملوا مشروع كانوا بيسيبوكوا تعملوا الكلام ده طب ليه طب اللي بيتعمل ده مش بيتعمل لنحنا لكان بيتعمل للناس فضل هدف والهد لكن احنا هدفنا البناء صحيح فالفكرة كلها أنا عايز أقول لكم من الفترة الجاية دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدوكم فيها ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس أهلي نفسينا تحسس أهلي نفسينا أن الدولة المصرية بتشتغل بهمة لأن ما بقاش في عذر بقى ولا يا محمد مش كده ما بقاش في عذر لا لينا ولا ليكم أعظم وأهم من حكم مصر خلال 200 سنة تقريبا تاني أعظم وأهم من حكم مصر خلال 200 سنة تالت أعظم وأهم من حكم مصر خلال 200 سنة رجل جفف منابع الإرهاب رجل اشتغل على التنمية بالمعنى الكامل والحرفي رجل اشتغل على إعمار سينة وتنميتها بشكل كامل رجل عمل على استعادة سينة كما يقول الكتاب